اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابي أجمعين إيه زيكم عاملين إيه يا ربي كده تكونوا في خير وسعيدة نقول بسم الله يعني بصوا زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات شتا فبتحب بقى فتح الفرن فتح الفرن بيدف كمان المكان اللي انت قاعدة فيه فأنا النهاردة ان شاء الله هعمل أرقيش كده بالعجوة شو هتأرقيش بالعجوة أو منين بالعجوة أو قعب الغزيل زي ما انتوا بتسموه في النهاية يعني المكونات واحدة فهنا الأول أنا حطيت ده كيلو دقيق كيلو دقيق لازم طبعا إدي عموما لازم تنخلوه حطيت معي معلقة ملحي صغيرة وثلاث معلق سكر أنا حطى سكر عادي مثل سكر بودر اللي عندي كحطيه وحطيت حوالي معلقتين سمسم بس اللي هو السمسم اللي بيكون مش السمسم الأبيض اللي هو بيكون اللي هو بصه بيكون المغمئي ده شوية وحطيت معاي معلقة كبيرة من الخميرة أنا الأول هحط كل مكونات الجافة بس لازم في الأول تنخلوه دقيق يعني نخلوه حوالي مرة مرتين أهم حاجة لازم تنخلوه وبعد كده بقى هابدأ وسع كده ما كان كده في نص الدقيق عشان هابدأ أحط بقى المواد ستايلر هحط هنا كبية ثمنة ومعاها كبية زيت أنا حطيت الأول الزيت وبعد كده حطيت كبية الثمنة الثمنة والزيت طبعا الثمنة تكون بدرجة حرارة المطبخ أو لو ما هي متجمدة بس هتفككوها بس بس ما تكونش سخنة لإن لو الثمنة سخنة دوت هيخلي الخميرة مش هتنشط معيكم وبعد كده هحط بقى لبن بس أنا الأول مسكت العجينة بعد ما فرقتها كده في الزي عملتها كده ما بين كفوف إيدي أعطت عجين فيها حوالي مدة رطة أقل عن عشر دقيق وبعد كده لميت بقى العجينة بلبن ديفي الكيلو دقيق أخد معي حوالي كبية ونص من اللبن أو الحليب وبعد كده بقى أنا هسيب العجينة ترتاح حوالي عشر دقيق مش هسيبها تخمر وبعد كده هبتأ بقى هجهز العجوة انتوا بقى الحشوة اللي انتوا حبينها ده حوالي خمسمة جرام من العجوة هحط معاها حوالي معلقة إرفة لو مش حابة الإرفة تحطيها مع العجوة بس هي بتدي تستهلو جدا لو مش حابة ممكن تكتفي بس باستمنى بس نعجن بقى بدرجة حرارة إيدك تعجني بقى استمنى مع الإرفة مع العجوة وبعد كده بقى تشكلها عشان بعد كده ما تكتحطيها على العجينة تكون جهزة معاك العجوة بعد كده خلاص العجينة كده خلاص ارتحت معايا عشر دقيق لازم تسوبها ترتاح عشر دقيق بحيث انها تتفرد معاكم بسهولة انتو ممكن ما تحطوش كيس انا حطى كيس انتو ممكن ما تحطوش كيس ممكن تفردوا على طول على الرخيمة بس انا يعني بحيث ان الكيس بيسهل معايا الدنيا اكتر يعني بي كمان انا بحطيك كمان كيس من فوق فالعجينة كمان عشان مرتاحة فاتفردت معايا بسرعة وبعد كده بقى حطيك بقى العجوة وبفرد العجوة كده وبعد كده هبدأ ألفها بقى رول وممكن تعملوها اللي هي اللي ممكن تعملوها قرص اللي هو تعملوها قوار كده صغيرة وتحطو حشوة العجوة من جوة وتقطعوه بقى القرص يعني من فوق ممكن تروح بقى قطعينها من فوق كده تدو شكل كده بالسكينة بتدو برضو شكل حلو بصتو انا لفتها بصتو لفة واحدة ممكن تلفها لفة واحدة لفتين يعني زي ما انتو حابين يعني انا لفت دي تلفة واحدة بس اللي بعدها لفتها مرتين رول مرتين وبعد كده هبدأ بقى قطعها بالسكينة وهقطعها بعد كده بقى يعني بصتو كده انا مش عايزها صغيرة اوي ولا كبيرة اوي انا بس بقفل بس الجوانب كده من تحت اهو بصتو انا بقى قطعها وبسكينة انا عايزها كده تكون وسط التقطيع بقى اللي انت حبيها وبعد كده بقى احطها في سطنية وهيسيبها تخمر يعني من ساعة لساعتين طبعا احنا في شتا فالعجينة بتيقب بس وقت شوية في الخمرون فممكن تخليها ساعة ساعتين اهو بصوا انا عمل اعمل واحدة هي تانية معيكم بس دي بقى لفتها مرتين مش مرة واحدة بصتو انا بفرد العجينة ازاي بخلسه مكه يكون رفاية لان طبعا لست هتلك فيها رول وبروح وحطي برضو العجينة العجوة عليها من فوق برضو يكون سمكه رفاية لاني برضو لسا هتتلف رول فما يكونش تخينها قوي بصوا دي لفتها يعني اكتر من مرة مرتين بس في النهاية النتيجة واحدة يعني انتوا زي ما انتوا حابين يعني انا بقولكم ممكن ترفاها مرة واحدة ممكن ترفاها مرتين زي ما انتوا حابين وبردو كده هاكد بس على العجينة كده اقفل بس الاطراف وبعد كده هابدأ قطعها اهي بصوا انا قطعتها اهي بصوا بقديلنا بقولت لكم ملفة مرتين وبعد كده بقى حطها في الصونية بس انا هنا غلطت غلطة انا مدهنتش الصونية اي مادة دهنية خلص معين نحطهم في صوني الامونيوم بس فاكتفيت طبعا بالمادة الدهنية اللي في العجينة فلاقيت فيه حاجات لزقت معي وفيه حاجات ما لزقتش معي فيعني ممكن من باب الاحتياط ممكن تلزقوا يعني تدهنوا دهنة بسيطة من الزيت في الصونية عشان بس ايه ما فيش اي حاجات تلزق معكم خلص انا عملت شوية سيدة وشوية بالعجوة وكل بطر لفيته برضو في النهية رول كده وبعد كده هاسيبهم بأي خمره بس الاول هادهن الوش بلبن وهحط عليه سمسم من فوق انا برضو عملت شوية بلبن وسمسم وشوية حق دهنة الوش بلبن بس خلاص فهم بستواءهم على درجة حرارة 180 وعن رفل وسطوني بياخدوا حوالي من 30 ديئة إلى 35 ديئة يارب وصفة النار ديكون عجبتكم والسلام عليكم ورحمة الله